هل بالفعل استعجل سيد منصور عباس في هذه الخطوة والقائمة العربية الموحدة بعيدا عن القضايا الوطنية النضالية كما توصف في المجتمع العربي في إسرائيل يعني هو بلا شك ارتكب خطيئة على كل المستويات وهو أيضا فوق وزر وجرم هذه الخطيئة بكل أبعادها الوطنية والقومية وحتى السياسية هو اختار توقيت سيء واختار تحالف أسوأ ما يكون نحن نرفض من حيث المبدأ ولكن أن يختار أن يكون في حكومة تحت نفتالي بنت هذا المستوطن الذي ترأس مجلس المستوطنات وأعلن قبل قليل فقط قبل ساعة أن هذه الحكومة أكثر بعشر درجات يمينية من كل حكومات نيتنياهو هذا أولا هذا أول خيار سيء أيضا اختار حكومة يعني ميتة كما قلتم حكومة لا أحد يضمن أن تنجح في نيل الثقة وأيضا إذا ما نجحت هي لن تستمر طويلا لذلك هو تعجل ولكن واضح أنه لم يختر هذا الأمر صدفة هو خطط لهذا الشيء هو شق القائمة العربية المشتركة وانسلخ عنها وأضعفها وأدى إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها الجمهي العربية يعني نسبة تصويت أقل من 45% تمثيل هو الأدنى في هذه الفترة وذهب إلى هذا الخيار السيء متخليا عن كل تقاليد مع العمل السياسي العربي والخطاب الذي تكوده يعني الأحزاب الفلسطينية في الداخل وارتضى لنفسه أن يكون في حكومة تمارس الاحتلال على جزء من شعب وتشرد جزء الآخر وتهود الكدس وتسن قانون القومية الذي يضعه في المرتبة الرابعة من حيث المواطنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر